انا كنت افكر فيه هذين من قبل سنة بس راحت عمالي بعدين كنا نفكر بداية ان ابل تخلي الشاحن يكون هنا طلعت دي القطة لحق الفايشي بعدين السنة هذي بعدين خلاص قلنا بيخلونا ويرلس كامل لكن احنا شوي بالنسبة لي يعتبر مفهوما فخلونا نبدأ السلام عليكم هلين فيكم في فيديو جديد خلونا رجع لكم البداية من 2007 ابل اول ايفون نزلتها كان الايفون 2G في 2007 ونزلت هذا الشاحن حقه الكبير فكان ياخذ مساحة كبيرة من تحت المهم انا نزلت 3G وبعدها بسنة 3GS ونفس الشاحن ما غيرته في ذا الفترة من 3GS او من 4 وبرضو 4S نزلت الاندرويد وقام يستخدمون المدخل المايكرو يو اس بي اتوقع كل اشخاص يعرفون القديم ابل تبي تغير الشاحن لكن مايكرو اس بي ما كان ذيك الفايدة او ما كان فيه نقلة قوية فابل نزلت مدخل اللي موجود عندني الى الان توقع الكل عنده الكل يعرفة الان بعض الناس يقول لك او ليش ابل ما تروح يو اس بي سي نقزة اللي سوتها ابل وذل المدخل يكفي لكن ابل اتوقع تلك الفترة كانت تنتضر اصلا من الشركة اني خلاص نزلوا يو اس بي سي تأخروا كثير فنزلوا ابل اللايتنينج وخلاص صار حق جسداتهم الان ديني لحق فكرة الان ديني لحق الشي الجديد اللي من سنتين وهنا نتكلم عنه ان ابل رح تنزل الجهاز الايفون بدون ما تخل شاحن الايفون 13 او الايفون 12 اس طيب هل هو صحيح بدون ما تخل شاحن او رح نقدر شحنه بواير الفلسفة اللي نتكلم عنها لازم نحكم عليها ورازم كل شخص نعرف مفهومة انه بدون ما تخل شاحن مثلا ابل واتش بدون ما تخل شاحن بالشاحن حقه هذي الماقنت اللي يمسك تحت طيب الايفون تقدر تشحنه بالوايرلس يعتبر بدون ما تخل شاحن صح؟ اللي هو بالماكسيف او بالوايرلس طيب في الايفون القادم نقلنا ان الايفون رح يكون بدون ما تخل شاحن لكن في خيار ثاني ان ابل قلنا نتكلم انه بترجع الماكسيف في الماك في لابتوبات عظم والماكسيف شن هو وهو شاحن نفس الحركة العادية اللي عندنا وفيه كم دوتس داخل هنا كذا مرة ورد كم يتوقع يشبك بسهولة بالماقنت ينفصل بسهولة هذا هل يعتبر مدخل شاحن؟ هذا حنا السؤال هنا اتمنى كل شخص يشوفوا الفيديو ويكتب لي تحت هل هذا يعتبر مدخل شاحن؟ لان هذا مسكر اصلا فهل يعتبر ده مدخل؟ هنا لازم نوقف ونشوف الاشياء الثاني مثلا الايباد ايباد برول ايباد موجود عندنا من الجلد طبعا وحتى القدمين اللي فيهم الدوتس عندنا الايباد هذا لو تبسك حق اي شخص وتقول له كم مدخل في الايباد هذا؟ بيقول لك مدخل واحد والدوتس اللي وره موجودة؟ هل يعتبر ده مدخل؟ لا لكن هذي بترسل بيانات اللي موجودة في الكيبورد نفس الدوتس اللي هنا موجودين اللي هم الثلاث يشو بكون؟ وتقدر تستقبل فيهم الكيبورد وتكتب فيهم صح؟ وفيه برضو ستيشن او دوك تقدر تركبهم فيه بالمدخل هذي شحن الايباد وتكتب فيه طيب والخيار الثاني برضو اللي عندنا بالدوتس الخلفي الى موجودة في الايبادات اقدر اشحن الايباد من الجهة ثانية فعندنا المدخله swo filed وancaه ذلك فكذا شوي يغ meg sense عندي ان لو قبل تقنسل مدخل الشاحن ولكن هذي المداخل дома الموجودة في الخلف في الايباد نقدر نشحن عن طريقهم وبالكابل يعني يلصي فيهم كابل فلفو تقنسلت مدخل الشاحن فاليعيباد فصلت فيه ثلاثة دوتس وتضع الشاحن معااك لان الخيار الثاني لو انتدخل الشاحن بـ 40 إلى 50 دولار قمتها لكن الكابل هذا ما أتوقع رح يكون قيمة العادة يقدر تشيل اللايتنينج من العلبة بأنه خلاص يكون الجهاز ما في مدخل وتحط لك المدخل الدوتس يتسميه ميك سيف مثلا كده اللي بتبعط حقها رجعت الميك سيف الايفون هنا في الميك سيف يعني بعدها بفترة حتى الايباد تقدر تخلي لك الميك سيف لكن الايباد بعض الأشخاص يعملوني اس بي سي شف التفكير اللي عندي كيف فأنا اتمنى يعني كل شخص يكتب لي تحت هل تتوقع عبر تشيل مدخل الشاحن وخلاص هنا المشكلة ان لازم تشوف حال ثاني ان الجهاز لو علق كيف اركبه في الكمبيوتر وافرمته بالدوتس دي اللي موجودة لو تحطها لنا برا يكون سهل حق كل شخص يركب الكابل ويشحن ما راح يركب الكابل ما راح يكون في مدخل نرجع مرة ثانية هذا ما يعتبر مدخل ميك سيف اللي موجود عندنا هذا ما يعتبر مدخل حق الجهاز ان الجهاز حقك كده يمسك لكن يشحن فالدوتس اللي موجودة هنا تقدر تشحن فيها وتقدر تنقل بيانات اذا شار هذا الخيار لازم ابل تحط شي في السوفتوير كن الابتوب يعني علق جهازك تسوي حركات وتخش في النظام الداخلي وتقدر تفرمت الجهاز وتعدلها مثلا انا بالنسبة لي هذه الدوتس خمس نقاط موجودة وكانها حلوة على الايفون وتستقدر تسويها اصغر برضا ابل ويمسك كده في الايفون يشحن وتقدر تفصلها ينفصل بدأ الطريقة ابل تقدر تخلي الناس وتقول لهم مبرح عندكم كيابل لكن الايفون ما في مدخل لكن تقدر تشحن بدأ الطريقة عندكم كيابل موجودة بعض الناس راح يدمرون اوه ليش قيرت احنا لازم نشتري بكيابل جريدة كده يقول لك ليش اشتري كيابل جريد وانا اريدي عندي شاحن وايرلس او الشاحن وايرلس ارخص كده ابل تحول الاشخاص كلهم للشحن الوايرلس واذا حولوا الشحن الوايرلس نحس ان كنا نضيعة المؤمر لحولوا الشحن الوايرلس بعد فترة تقدر تكنسل هذا لكن تخلي هذا سبير ومش مدخل موجود وتقدر تزيد المقاومة المياه في الجهاز بان نشال المدخل بس انتو ش توقعون حس طولتها لكم لكن ش توقعون انتم قبل تشيل المدخل كامل وما تحط لكم دوتس او تحلي ان الخيار جريد للحركة ان يكون في زي ثلاث دوائر او ثلاث نقاط او اربع نقاط مثلا او ثلاث نقل بيانات وثلاث شحن وهذه الدوتس لا توقع ان تكون شحن بطيء لا يعني هذا الشحن الموجود عندي من 2012 ترى 85 واط لحق اللابتوب وحين ابل تسريبات بردو تقولك الشحن حقها رح تسقق فهذا الخيار الثاني انه يصغر الشحن ويصير عادي الايفون يوصل شحن اسرع بردو يكون ثلاث نقاط يعني بالنسبة لي وهذا رح يكون مكسيف يعني هذا المكسيف اللي اعطتني ابل لو اني حط الايفون في الشحن يعني السيف الحماية هو اللي موجود بالدوتس دين اللي موجودة هنا يعني لو اني قاعد استخدم اللابتوب واي شيخ ضرب الكابل هذا رح ينفصل هذا المكسيف هذا يعني مك يعتبر مغنت او مغناطيس وسيف هو الحماية او يعني دي الحركة انه مطح جهازك فهل تتوقعوا ان قبل تحط نفس دي الحركة ويكون مدري كيف المغنت خفيف مثلا وينسحب طيب اذا سوت دي الحركة هذا المكسيف وهذا الحركة الثانية ما يسمونها مكسيف 2 لا هو من رضي حني ممكن فور مكسيف وصلنا يعني من زمان ما يسمون مكسيف فبنيجي من جهة ثانية ممكن ما توقع ابل تسويها فمدري لان الاخبار اللي موجودة الحين يقولك جهاز واحد من ايفونات الجديدة ما في مدخل فيكون مثلا فيه المكسيف ذالي حركة اللي قدتكم عنها فاتوقع كل اشخاص يبون ذالجهاز بكم بعدين ليش ناخذ الجهاز الثاني طبرا مش كل اشخاص اللي بطلع مشكلة ثانية سلسلاك اللي عندها شي يسوي فيهم لازم نشترس لها جديدة مثلا فانا بالنسبة لي ووجهة نظري اذا بتحول ابل خلاص تحولهم كلهم اذا كان بالدوتس نفس الحركة ذالي المكسيف الكابل اللي يلصق ذالي افضل من ان يكون بدون ولا مدخل يعني احدا مش مدخل برضا شو بيسمون هذا المدخل يعني بالعرب اش نقول هو مكسيف هو شاحن بس ما في مدخل لانه مسكر كامل ما في اشياء داخل يعني كلها دوتس ومسكرة حتى في الماك يعني نقاط ومسكرة مادري اش قبل ما فكرت فيها من زمان ذالي الحركة افضل بكثير من ان الجهاز يكون بورت وتحط في الشاحن ففي النهاية كتبولي تحت في التعليقات انت اش توقعون قبل تشيل المدخل خلاص نقلب على الوايرلس الوايرلس العادي اللي هنا او نقلب على الماكينت اللي يلصق ويشحن وانا بالنسبة لي هذا برضو ويرلس لحد يجي مادري يحس بنا نقدر نجلس من اليوم الى بكرة نتكلم وبعضهم يقول لك هذا ويرلس هذا ليس ويرلس او اثنين هم ويرلس معنا ويرلس النسخة الاولى اللي مش كاملة ويرلس ويرلس ان الجهاز هذا في ايدك ويشحن من بعيد هذا الوايرلس لكن اذا بتقولي هذا ويرلس ذا الحركة فبرضو الكابل بالماكينت ويرلس برضو اذا كان فيه الدوتس الموجودة والدوائر الموجودة بتشحن بس ففي نهاية الفيديو لو تنسو الاشتراك بالغنام واشتراك حسابي بسنابشات اشتراك في ضواتكم امال لك المكتب والاشتراك ولا تنسوني منفاضة دعاكم والسلام عليكم اشتراك في القناة